السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد والأصحاب وأجمعين. ازايكو حبيبي عاملين ايه? والله بفحك جدا جدا على التعليقكم الجميلة. ربنا يخليكو لي يا رب. كل واحد يكتب لي تعليق لي. احب باشكر كل حبيبي واخواتي واهلي. ربنا يخليكو لي يا رب. هنعمل ايه روش? هنعمل احلى. هنعمل ايه روش? هنعمل احلى. فرخة مشوية. مع الكفتة اللي احنا كنت عاملها. آآ حاجات رمضان. كنت شلاف الفريزة. بطلع على طول وسوي كان فائد ما عندي طبقة كده. بص الكفتة. شو زي ازاي? بصوا احلى من اللي بره كمان. ولا فكت ولا اي حاجة وشوينا على الفحم وجميلة جدا. ولا الفرخة بقى ويا سيدي يعني ريحة الفرخة بقى ويا مشوية كده جميلة جدا بجد والله. طبعا عملت جنبايا ايه بقى يا روش? اعملنا قوتة مخللة. اعملنا احلى روز وعملنا تحينة. بصوا جمال الكفتة. يا سيدي مع الواتحينة كده. الله يجميلة جدا. بس قبل ما ابدأ بقى الفيديو. متنسونيش كده يا حبايبي بتاعكم الحلو كده. اللي هينور لي كده. آآ وتعالوا بقى نبدأ مع واحد ونشوف عملنا الفرخة ازاي? طبعا الفرخة لم قد احتاشه ولا اي حاجة. انا طبعا اعملت ام الظهر كده فتحتام الظهر. تعالوا نعمل تدبلتي الفراغ. دي ايه? تماطم وآآ بصل. وآآ بتاع دوات فرخ الأسمر وبابريكا وتوم بودر وبصل بودر. اهو. وحطيت ايه? جسل تيب. وحبهان مطحون. وملح. وآآآ سويا سو. بزر ورمان. ورحة طحنتها. طبعا حطيت لمون وخل. وطبعا الفراغ بقى انا غسلها غسلة حلوة بنخله واللمون والملح. وبعد كده عصرت برضه ولمون كده عليها بعد ما خلقشها تفتها وكده. ونزلت بالتدبلة بتاعت نام تدبلات دي. وعدت بقى قدام باب الشقة طبعا ما فيش حد ساكن فوقية ولا ولا اقصادي ولا تحتية كمان. يعني بصوا فوق وتاعت بقى فيش حد ساكن في معي. وطبعا حطينا بقى الفرخة والنص كده على فقعة الشوية. وعدتنا بقى نشو ايه بره قدام الشقة عشان مبدا هدلش الشقة. وطبعا اناعمل احلى رز. اناعمل لي بقى جبت بصرة صغيرة كده. يدب بحمرها. مع اللمون مع الارفة الخشب. اهو. وطبعا انزلنا بالرز بتاعنا. وحطيت مقعبين شربة. واشوحوا بقى تشوحة حلوة كده. وقادي الفراخ بتاعتي قلبتها. وقادي الرز بتاعي استوى. مش استوى تشرب. ونزلت بقى ايه? عمل نص ابيض ونص ايه? اصفر. حطيت الكركم كده بحبة مية. ورحت ايه? حطيت هوادي الكفتة بتاعتي بقى شويها. بص اهو الطبق. طبعا بتحطيه ولا في الفرزة ما بيجرولوش حاجة. وطبعا بتبقى جاهزة عندك بطلحها وشوها ايه على طول. اهي. ودي الرز بتاعي انفلفل وجميل جدا. ابيض مع اصفر بس الاصفر جي اكتر. نشبه الارفة والحاجات دي بنحط الفرخة كده في النص. ودي النص التاني. يا السيدي عالجميل. فتحت لهم محل كباب وكفتة ويا جماعة. يلا قلنا بقى ايه? نغديهم بقى غدبا حلوة كده. وطبعا الكفتة بتاعتي برضا هحطها كده في الطبق. اهي. وعملنا احلى قوطة مخللة وعملنا طحينة. وده كان احلى غداء اهو جميل جدا بصوا يا دوب بس طلعنا الفرخة والكفتة عندناك من التابيلة جاهزة ويا دوب على الشاوي على طول. وطبعا بحضر الغداء هوض. بتاعي تغدوا معايا. وللو رأيكم بقى في الكفتة وبصوا يا سيدي على جمال الفرخ. ده كان غداء النهار دي حبيت اشارككم معايا فيه. يا ربي يكون الفيديو عجبكو. ما تنسونيش بقى يا حبيبي لو الفيديو عجبكو. اتصولوا لايك وتفعلوا الجرس. وعشان وصلك كل جديد. وحبا اشكركم لحبيبي على التعليقات الجميلة دي.